زاد الإقبال بشكل كبير على تعلم اللغة الصينية في جميع أنحاء العالم مع تنامي نفوذ الصين على المسرحة الدولية خلال السنوات القليلة الماضية في دبي بالإمارات حظيت مدرسة متخصصة في تعليم اللغة الصينية بإقبال واسع النطاق بين الجالية الصينية وأيضا العاملين في المؤسسات الصينية والأطفال المحليين لتعلم اللغة الصينية والتعرف على التقافة الصينية اسم المعلمة خو يونغ ولد المدرسة التي أنشأتها ما يقرب من 30 معلما وحوالي 350 طالبا وطالبة بصفة مختربة صينية أعيش في الإمارات لأكثر من 20 سنة أشعر بعمق حبي ومودة الحكومة المحلية والسكان المحليين للشعب الصيني فضلا عن القابل الكبير للثقافة الصينية بالإضافة إلى المؤسسات الخاصة قد شنت 158 مدرسة حكومية في الإمارات دروسا للغة الصينية ليبلغ عدد دارسي اللغة الصينية في البلاد 54 ألف طالب وطالبة تعرضوا لعامة الناس في الدول العربية ما هي التنمية السلمية في حين يلمسون النهضة العظيمة للأمة الصينية وأعتقد أنهم يرغبون في التعرف على الثقافة الصينية من خلال تعلم اللغة الصينية واستخدامها للتعرف على القوة والحكمة التي تفيد تنمية بلادهم